تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 98 قضية تموينية بمضبوطات تقترب من 132 طن مواد غذائية وغير غذائية وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 32 طن سلع غذائية مختلفة و 52800 عبت زيت طعام أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8.5 من الأطنان من الدقيق المدعم في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية فدم ضبط قرابة 31.5 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن حديد تسليح